بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بحل التمرين الشامل حول إيجاد مجموعة تعريف هذه الدوال العددية إذن ننطلق على بركة الله في المثال الأول عندنا قال أفلي إكس تساوي لاحظوا جيدا القيمة المطلقة لإثنان إكس مربع ناقص خمسة إكس زائد ثلاثة لو نلاحظ هنا جيدا أبنائي هنا بالداخل توجد ماذا الدالة كثيرة حدود ولا توجد أي شيء بالرغم هنا يوجد القيمة المطلقة لكن لا تؤثر هذه القيمة المطلقة على مجموعة التعريف إذن ومنه نقول بأبسط طريقة نقول df تساوي r يعني كل الأعداد الحقيقية حتى ولو كانت القيمة المطلقة كذلك في هذا المكان لا تؤثر لأنها عبارة لكثيرة الحدود وكلمة r معناها تكون من ناقص ما لا نهاية من هنا أبنائي كل الأعداد على هذا محور الفواصل إلى غاية الزائد ما لا نهاية إلى غاية هنا لهذه البساطة فقط أبنائي نأتي الآن إلى المثال الثاني المثال الثاني هنا عندنا الدلة تنظرية أو دلة ناطقة بصفة عامة هنا توجد القيمة المطلقة في البسط لا تؤثر أصلا ما هو الشيء الذي يؤثر علينا هنا أن المقام لا يجب أن يساوي الصفر هذه القيمة أبنائي هذه القيمة يجب أن لا تساوي ماذا لا تساوي الصفر ننقل هذا إلى هذا الطرف يصبح x لا يساوي ماذا واحد يعني تصبح بأبسط طريقة df تساوي كل الأعداد الحقيقية معادة هذه القيمة التي هي الواحد هنا نكتب a معادة الواحد وأكيد لو نعوذ هنا بالواحد لاحظوا واحد ناقص وهذا يعطينا صفر وهذا الشيء غير موجود في الرياضيات لأنها تصبح قيمة منوعة هكذا وجدنا ويمكن تفكيكها على شكل مجالي يعني أنه نقول من ناقص ملا نهاية إلى الواحد مفتوح اتحاد من الواحد إلى الزائد ملا نهاية هذا فيما يخص هذا المثال الثاني أبنائي معناه كل القيم معادة لو نأتي هنا نأتي من الناقص ملا نهاية إلى غاية الواحد هنا يأتي تأتي هذه المكان هكذا يعني الدلة غير معرفة عنده نأتي الآن إلى المثال الآخر نتابع جيدا كذلك بما أدنها الدلة يعني ناطقة المقام يجب أن يختلف عن الصفر يعني هذه القيمة أبنائي لاحظوا جيدا هذه القيمة يجب أن لا تساوي الصفر نتابع جيدا ننقل هذا إلى هذا الطرف ماذا تصبح تصبح القيمة المطلقة لـ X زائد واحد لاحظوا لا تساوي ماذا لا تساوي الواحد هنا عندنا طريقة بسيطة وهي الطريقة بحساب هذه المعادلات التي تحمل القيمة المطلقة بماذا بشيء يسمى المسافات يعني بأبسط طريقة ما هو الهدف من هذا الشيء أولا أين تنعدم هذه القيمة التي بين القيمة المطلقة يعني X زائد واحد نجعلها لاحظوا تساوي الصفر يصبح X كم يساوي نقل هذا إلى هذا الطرف يصبح يساوي الناقص واحد نأتي الآن أبنائي إلى محور هذا المحور الذي يظهر أمامك هنا باللون الأحمر نأتي إلى القيمة الناقص واحد لاحظوا جيدا قلت ناقص واحد لاحظوا ماذا تساوي ماذا تساوي تساوي أنك كم واحد إذن أولا ابحثوا عن هذه القيمة أين تنعدم وجدناها تنعدم عند الناقص واحد هذه قيمة من هنا موجبة يعني مسافة لأنه هنا هذه تقرأ هذه تقرأ المسافة بين النقطة ماذا النقطة أم والنقطة ماذا والنقطة أ ذات الفاصلة النقطة أ لو نلاحظ جيدا أين تنعدم هذه القيمة ذات الفاصلة ناقص واحد هذا الأمر درستوه في السنة الأولى ثانوي يعني المسافة بين عددين لاحظوا جيدا إذن تنعدم ماذا علينا تساوي كم تساوي لنا إذن المسافة بين النقطة أ والنقطة أم قال تساوي واحد يعني ما علينا ها هي النقطة أ النقطة المسافة كم واحد نعود من هنا كم واحد لاحظوا هنا واحد وهنا نعود كذلك واحد هي ناقص ماذا أنا تصبح كم سفر لما نعود هنا بالواحد وهنا كم تصبح تصبح ناقص اثنان ما معنى أبنائي معناه هذه العبارة يا أبنائي الذي أشير إليها تنعدم عند تلك القيماتين التي وجدناهم لهي كم عند الناقص اثناني وماذا والصفر معناه تصبح D F تساوي R معادة الناقص اثناني وماذا والصفر يقول أحدكم يا أستاذ نحن لم نفهم تخيلوا لو كانت حتى تفهموا يعني أكثر تخيلوا لو كانت هذه القيمة هنا أعطيت لنا هنا مثلا أربعة ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح X زايد واحد لا تساوي ماذا نلاحظوا هنا قلنا نقص أربعة تصبح هنا أربعة هذا أين ينعدم وجدناه قلنا نعدم عند النقص واحد ما هي المسافة بين النقطة M والنقطة A هذه التي تظهر هنا المسافة هي أربعة معناه نأتي الآن إلى النقطة النقطة ها هي أمامكم ونعد أربعة يعني هنا تصبح ماذا ناقص صفر واحد اثنان كم ثلاثة لاحظوا أعدد ثم أعد من هنا كم ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة لاحظوا ناقص خمسة لو نلاحظ جيدا ما هي القيم الآن التي تعدم هذه العبرة هي ناقص خمسة تعالوا نعوذ هنا بالنقص خمسة ناقص خمسة زائد واحد هي ناقص أربعة بالقيمة المطلقة تصبح أربعة أربعة ناقص أربعة صفر نأتي الآن إلى الثلاثة كذلك هذه القيمة نعوذها كذلك هنا ثلاثة زائد واحد كم أربعة القيمة المطلقة لأربعة أربعة أربعة ناقص أربعة هي الصفر إذن هذه القيم التي تحاقق كذلك في مثالنا هذا الذي أعطي لنا أبنائي وجدنا نقص اثنان تعالوا نعوذ هنا بنقص اثنان نقص اثنان زائد واحد كم هي نقص واحد بقيمة مطلقة واحد نقص واحد صفر عوذوا بالصفر هنا تصبح قيمة مطلقة لوحد كم واحد نقص واحد صفر إذن نحن على سواب هذه هي معنى كيفية حل هذه المعادلات بواسطة هذا المعلم البسيط فقط نأتي الآن إلى المثال الآخر ها هو أمامنا بما أنها الدالة جذرية معناها ما بداخل الجذر هذه القيمة أبنائي هذه القيمة يجب أن تكون أكبر أو تساوي السفر يعني هكذا أكبر أو تساوي السفر أولا القيمة المطلقة أولا هذه القيمة المطلقة دائما كيف هي هي أكبر أو تساوي السفر والجذر كيف هو يريد دائما يبحث عن الأكبر أو يساوي السفر يعني هل توجد قيمة عدد حقيقي لا يحقق هذه القاعدة لا يوجد إذن تصبح دي آف يساوي آر يعني كل الأعداد الحقيقية أبنائي تحقق وضعوا أي رقم كان لو نضع هنا الصفر ناقص واحد بالقيمة المطلقة كم هو أكبر أو يساوي الصفر لو نضع مثلا ناقص خمسة تصبح ناقص خمسة وعشرون ناقص ستة وعشرون ناقص لا عفوا تصبح خمسة وعشرون ناقص واحد بالقيمة المطلقة كم أربعة وعشرون ناقص واحد أي قيمة نعوضها هنا في مكان الإكس يا أبنائي أي قيمة كانت نعوض بها هنا سوف تبقى القيمة مجابة إذن مجموعة التعريفية ذها تبدأ آر اللي هي من ماذا؟ متساوي من ناقص ملا نهاية إلى الزائل ملا نهاية يقول أحدكم يا أستاذ وإن لم تكن موجودة القيمة المطلقة كيف نفعل؟ نعم هذا سؤال وجيه يعني لو كانت القيمة مطلقة في الجذر لا تخافوا أبنائي الأمور كليا تصبح آر هذا إن لم تكن يعني موجودة هذه القيمة في المقام أما المقام شيء آخر هنا لو جاءتنا هكذا أولا نكتب هكذا نقول ما بداخل الجذر يكون أكبر أو يساوي الصفر نأتي ونجعل ماذا؟ نجعل جدول هكذا جدول الإشارة تابعوا أبنائي هكذا جدول الإشارة بسيط من خلاله نظهر مجموعة التعريف لهذا المثال الذي إن وجد بدون قيمة مطلقة يعني كان المقصد هكذا معناه نكتب هنا الإكس من ناقص ملا نهاية لاحظوا إلى الزائد ملا نهاية هذه العبارة أين تنعدم؟ لو نأتي إليها نقول إكس مربع نجعلها كيف تنعدم؟ تساوي واحد تجعلها تنعدم يصبح إكس يساوي الواحد أو إكس يساوي الناقص واحد وأكيد حقيقة تنعوذ بالنقص واحد معناه تعطينا الناقص واحد وهنا الواحد هكذا وهكذا هذه هي إكس مربع نقص واحد بما أنها معادلة من الدرجة الثانية هنا نفس الآ ها هو الآ وهنا نفس الآ وهنا عكس بما أنها الدل الجدرية تبحث عن القيم المجابات تصبح مجموعة التعريف من هنا إلى هنا ثم من هنا إلى هنا تصبح في هذه الحالة لو جاءت بهذه الحالة تصبح df تساوي من ناقص ملا نهاية إلى الناقص واحد مغلق اتحاد مغلق من الواحد إلى الزائد ملا نهاية هذه إن جاءتنا بدون رمز القيمة المطلقة فقط إذن نأتي الآن إلى المثال الخامس لاحظوا كذلك ماذا علينا أن نقول ما بداخل الجذر يجب أن يكون أكبر أو يسيسر المعنى هذه القيمة أبنائي يجب أن تكون أكبر أو تسيسر وبما أنها لاحظوا قيمة مربع أي عدد مهما كان طبعه سالب أو موجب لو نربعه يصبح أكبر أو يساوي السفر ولو أخذنا مثلا هنا الخمسة خمسة ناقص خمسة كم هو السفر والسفر أكبر أو يساوي السفر معناه كل الأعداد تحق يعني بهذه البسطة نقول دي آف تساوي ماذا أر لماذا أبنائي لأنها كليا هذه القيم لما تربع تصبح أكبر أو تساوي السفر عندنا كذلك هذا المثال الآخر بما أنها دالة جذرية ما علينا إلا القول ما بداخل الجذر يجب أن يكون أكبر أو يساوي السفر معناه هذه القيمة نقول عليها أنت يجب أن تكون أكبر أو تساوي السفر ما علينا إلا حل هذه المترجحة ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح القيمة المطلقة لناقص واحد اكس ناقص واحد هكذا أكبر أو تساوي الخمسة هنا كذلك بما أن هذه تمثل ماذا المسافة بين النقطة آ والنقطة آم أو آم النقطة آم والنقطة آلا يهم لأن المسافة يجب أن تكون أكبر من ماذا أكبر أو تساوي الخمسة هذا هو التفسير البياني لهذه القيمة القيمة المطلقة لأنها في أصله هي المسافة هنا أبناء ماذا علينا؟ أولا علينا أن نأتي ونبحث عن هذه أين ينعدم هذا الذي بين قيمة المطلقة أين ينعدم؟ ركزوا يصبح اكس ناقص واحد يساوي السفر ننقل هذا إلى هذا الطرف يصبح اكس يساوي كم يساوي الواحد إذن ينعدم تنعدم هذه التي بين القيمة المطلقة هي عند الواحد نأتي إلى هنا ها هو ونكتب هنا الواحد لاحظوا جيدا ثم كم نعد؟ لاحظوا أكبر أو يساوي الخمسة معنا هنا نعد خمس تدريجات من الواحد ونلاحظ أين تقع هنا تصبح اثنان واحد لاحظوا اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة لو نلاحظ تقع في النقطة ستة لاحظوا لأن هنا تصبح اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نعم تقع هنا ثم نعد من الواحد إلى الجهة الأخرى كم؟ خمس تدريجات هنا كم؟ هنا هو صفر إذن هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لو نعود تقع عند ماذا؟ عند الناقص أربعة نعم لأن هنا الناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة إذن ما هي القيم أولا التي تعديم هذه المتراجعة؟ هذه القيم لو نلاحظ جيدا لو نعوذ بالأربعة بالناقص أربعة تصبح ناقص أربعة ناقص ناقص واحد ناقص خمسة قيمة مطلقة تصبح خمسة ناقص خمسة سفر إذن هذه تعديم كذلك ستة ستة ناقص واحد هي خمسة خمسة ناقص خمسة سفر لكن كيف يقول؟ يقول يجب أن تكون المسافة بين النقطة A والنقطة M أكبر من خمسة لو نعد من هنا إلى هنا كم تكون مسافة؟ أكيد من هنا إلى هنا أبناء تكون خمسة ما رأيكم لو تأتي هنا كم تكون؟ من هنا إلى هنا كم تكون؟ تكون أكبر من الخمسة إذن لو نلاحظ جيدا أن نجد ها هي القيم التي تحقق هذه يعني من هنا إلى هنا تكون مسافة كم؟ خمسة وهو يريد منها أن تكون أكبر من خمسة معناه دائما انظروا إلى النقطة لا يتعديم قيمة مطلقة كذلك أكبر هذه كليا تكون أكبر من الخمسة كذلك هنا أصغر لكن لو نلاحظ تبدأ من هنا وتنطلق وتكمل المسير إلى غير زي ما نجدها كيف تكون تكون المسافة كذلك أكبر من الخمسة ما معناه؟ معناه دي آف لاحظوا دي آف تصبح تساوي من ناقص ملنها لاحظوا يعني من هذا المكان إلى غاية هنا إلى غاية ناقص أربع المجال مغلق لأنه أكبر أو يساوي اتحاد من ماذا؟ من الستة إلى غاية زائد ملنها هي القيم التي تحقق لنا فقط يعني من هنا لاحظوا من هنا إلى هنا أي قيمة تحقق وأخذ أي رقب ومن هنا إلى غاية زائد ما تحقق لو نأخذ مثلا ناقص خمسة هل تحقق؟ لاحظوا ناقص خمسة ناقص واحد تصبح ستة ستة ناقص خمسة تصبح واحد أكبر من الصفر أكيد لو نأتي من هنا كذلك إذن هذه هي مجموعة التعريف هذه الدلة نأتي الآن إلى المثال السابع المثال السابع كذلك يجب أن نقول ما بداخل الجذر يكون أكبر أو يساوي السفر هنا هكذا هنا يجب أن يكون هذا أكبر أو يساوي السفر سوف نكمل ماذا يحدث؟ تصبح كذا ناقص القيمة المطلقة لـ ننقل هذا إلى هذا الطرف أكبر أو يساوي ناقص ثلاثة أضرب الطرفي المتبينة في ماذا؟ في الناقص لاحظوا فتتغير ركزوا معي قلت ضربة متغير يعني تصبح هكذا ننتبه جيدا يعني هنا هكذا أبنائي تصبح هكذا والناقص والناقص يثب تصبح هنا زائد ما معنى هذا التفسير البياني لهذه المعدلة؟ المعدلة أو المتراجعة أن المسافة بين النقطة A و M تكون أقل أو تساوي ثلاثة أقل لاحظوا أو تساوي ثلاثة ليس أكبر من ثلاثة أولا أين ينعدم هذا الذي بين القيمة المطلقة؟ اللي هو X زائد 2 ركزوا نقول يساوي السفر معنى هذا X يساوي ماذا؟ الناقص 2 نأتي إلى العدد ناقص 2 ها هو الناقص 2 أبنائي ها هي القيمة ناقص 2 ونعد من الجهات اليمنى ثلاثة ونعد بالجهات الأخرى ثلاثة هنا تصبح كم واحد؟ اثنان ثلاثة جاءتنا عند ماذا؟ جاءتنا عند الواحد ثم من هنا كذلك نعد ثلاثة لاحظوا واحد اثنان ثلاثة جاءتنا عند ماذا؟ لاحظوا هنا ناقص ثلاثة ناقص أربعة جاءتنا عند الناقص خمسة يعني هنا تأتي القيمة ناقص خمسة ركزوا أبنائي يعني ماذا؟ معناه قال هو المسافة تكون أقل أولا نعوذ بالناقص خمسة هل تعديم لنا القيم أم لا؟ ثلاثة لاحظوا ناقص خمسة زائد اثنان تعطي لنا ثلاثة ناقص القيمة مطلقة لنقص ثلاثة لاحظوا تسوي الصفر نعم تحقق نأتي إلى الواحد ثلاثة ناقص القيمة مطلقة للاحظوا زائد اثنان ثلاثة ناقص ثلاثة لأن هذه تعطيكم ثلاثة مع ناقص الذي خارج ليس بالداخل بما أنه خارج يعني لا يؤثر تصبح صفر إذن القيمة حقيقة تنعدم عند هذه القيم وهي الواحد والنقص خمسة الآن ما هي مجموعة التعريف مجموعة التعريف هنا أبنائي يجب أن تكون لو نلاحظ إلى المسافة من هنا إلى هنا كم واحد تكون أصغر من الثلاثة ومن هنا إلى هنا تكون أصغر من الثلاثة ومن هنا إلى هنا تكون أصغر لو نأتي من هنا إلى هنا تكبر على الثلاثة إذن لا تحقق ثم نأتي من هنا إلى هنا واحد اثنان ثلاثة لو نوضيف إلى هنا تصبح أربعة والأربعة ليس أصغر من الثلاثة إذن ماذا معنى ماذا تصبح مجموعة التعريف مجموعة التعريف ابنائي تصبح منها تدور في هذا المكان فقط تصبح دي آف تساوي ماذا تساوي من ناقص خمسة إلى ماذا إلى الواحد فقط والمجال مغلق أن الناقص خمسة كذلك يحقق والواحد كذلك يحقق بهذه البساطة هذه هي مجموعة يا أبنائي تعريف ماذا مجموعة التعريف هذه الدلة حتى ولو عوضنا بالنقص اثنان تبقى القيمة معققة ها هي مجموعة التعريف هذه الدلة كيف أظهرناها من البيان نأتي الآن إلى المثال الثامن في المثال الثامن كذلك هنا يعني لا نتعبع عقولنا أولا لو نأتي نقول ما بداخل الجذر ها هو ما بداخل الجذر يجب أن يكون أكبر أو يساوي السفر لكن ما بداخل الجذر هو أصلا أكبر أو يساوي السفر بدون أن نتعبع عقولنا لماذا يقول أحدكم يا أستاذ لماذا لا نحلها مثل ما كنت تعهل لاحظوا لأننا نقول لو نقول اكس قوة اثنان ناقص ثلاثة وننقل مثلا هذا إلى هذا الطرف تابعوا جيدا ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح هكذا ناقص واحد هذه مهما كان تبقى مهما كان تبقى محققة مهما كان عوض بأي عدد كان سوف تبقى محققة لو نعوض حتى ولو نعوض بالسفر السفر تبقى محققة لأن نتصبح ثلاثة أكبر من ناقص واحد عوض بالأربع عوض بأي عدد إذن لو لما نقل نعوض بأي شيء وتبقى محققة معناه دي آف تساوي أر حتى هي تظهر لاحظوا هذه القيمة بما أنها في القيمة المطلقة كم تصبح تصبح زائد مهما كان وأضفنا لها قيمة زائدة ما تبقى مهما كان زائدة إذن مزموعة التعريف تبقى لنا أهرية منها نأتي الآن إلى المثال العاشر المثال العاشر كذلك بما أنها دالة ناطقة نقول ما في المقام لا يساوي السفر هذه هي أمامكم معناه نقول لا يساوي السفر وهذه أكيد لا يساوي السفر لأن هذا العدد في القيمة المطلقة مهما جعلناه سالب أو مجب كفى يبقى ولنا مجب وأضفنا له عددا كيف هو كذلك عددا مجب والمجب زائد المجب أكيد يبقى لنا قيمة مجب يعني أصلا لا ينعادي مهما كان أضع أي عدد كان لا ينعادي تصبح دي أف تساوي كل الأعداد الحقيقية مهما حتى لو قلنا نقسمها إلى جزئين لا يهم المهم تبقى دائما أر لأن موجب زائد موجب أما إن كانت معكوسة يعني لاحظوا جيدا لو جاءتنا هنا وضع ناقس هنا ما علي أن نقول قيمة مطلقة لإكس ناقس واحد لا تساوي السفر ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح القيمة مطلقة لإكس لا تساوي واحد هنا أولا ماذا نأتي أولا أين ينعدم هذا الذي بين القيمة مطلقة هذا وحده نعدم عند الصفر ها هو الصفر نعد قلت نعد من هنا من هنا إلى هنا نعد بقيمة كم واحد ها هو واحد ونعد من هنا إلى هنا نعد كم تعطي لنا تعطي لنا ناقس واحد من هنا قلت واحد ومن هنا ناقس واحد لأن هذه المسافة كم هي هذه النقطة بين آم أو لأن الأول لأن هذا ينعدم عند الصفر تساوي يعني لا تساوي المسافة هذه لا تساوي فقط لنا الواحد معناه تصبح R معادة يعني DF في هذه الحالة لو جاءتنا بهذا المثال ليس المثال هذا تصبح R معادة ناقص واحد والواحد وأكيد عوضوا هنا لو تعوضوا مثلا قلت هنا جاءت ناقص عوضوا بالواحد ناقص واحد عوضوا بالنقص واحد قيمة مطلقة لنقص واحد هي الواحد ناقص واحد سي��ح مجموعة تعریف هذه الغ Real curated ثهر أمامكم هي R معادة ناقص واحد والواحد عندنا كذلك لو نأتي إلى المثال الحادي عشر كذلك بما أنها دالة يعني ناطقة ما علينا إلا القول أن المقام لا يساوي الصفر هنا أبناء ننقل هذا إلى هذا الطرف ماذا تصبح؟ تصبح X زائد إثنان الكل مربع لا يساوي الواحد هنا بما أن هذا مربع ماذا تقول القاعدة؟ تقول تساوي اختيارين X أولا تساوي أن X زائد إثنان لا يساوي جذر واحد لو كان هنا أربعة لو كان أربعة نكتب جذر أربعة قاعدة X مربع يساوي شيء هذا كأنما كليا يصبح كأنما X مربع فقط وهذه لا تصبح لا تساوي الواحد لأنه جذر واحد وتساوي لنا X زائد إثنان لا يساوي ناقص جذر واحد التي هي في الأصل كم؟ ناقص ماذا؟ أركزوا فقط أبنائي هنا أن ربما يصبح خطأ يعني هنا كم تصبح؟ تصبح هنا الواحد وهنا كم تصبح؟ تصبح ناقص واحد ليس لا يساوي أركزوا لأنه مجرد خطأ يحدث فقط هنا يساوي يصبح يساوي ما معنى؟ معنى أبناء يصبح لاحظوا تصبح X زائد إثنان لا تساوي الواحد وننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح X لا يساوي ماذا؟ لا يساوي لنا واحد ناقص إثنان تصبح ناقص واحد وفي الحالة الثانية هنا يصبح X ننقل هذا إلى هذا الطرف يصبح X لا يساوي ناقص واحد مع ناقص إثنان يعني يصبح X لا يساوي ناقص ثلاثة معناها القيم التي تعدم هذا المقام هي DF تساوي R يعني كل الأعداد معادة ما هي معادة الناقس واحد ماذا والناقس ماذا ثلاثة هذه هي DF تعالوا الآن نعوذ هل نحن على الصواب يعني هذه القيم التي وجدناها وهي الناقس واحد والناقس ثلاثة هل أكيد تعدم المقام أم لا قلنا الناقس واحد عوذوا هنا بالناقس واحد تصبح ناقس واحد زائد اثنان لكل مربع ناقس واحد هذه تعطي لكم واحد مربع لهو واحد ناقس واحد يساوي السر إذن نحن على صواب نأتي الآن إلى الحالة الثانية ماذا قلنا ناقس ثلاثة زائد اثنان لكل مربع ناقس واحد هذه تعطيكم ناقس واحد مربع لهو الواحد ناقس واحد تساوي السر إذن نحن على صواب إذن مجموعة تعريف هذا المثال هي R معادة ناقص واحد والناقص ثلاثة نأتي الآن إلى المثال الثاني عشر المثال الثاني عشر بما أنها دالة كذلك دالة ناطقة أن المقام هذا لا يساوي الصفر أولا بما أنه مربع يعني هنا مربع التربع هنا لا يحدث شيء لأنه يقابل الصفر يعني حتى وإن هنا يمكن أن نقول هكذا عفوا يمكن أن نقول حتى هكذا لأنه صفر مربع ننزع من هنا التربع ومن هنا التربع يصبح X زائد 2 لا يساوي الصفر ومنه X لا يساوي الناقص 2 إذن مجموعة التعريف هي DF تساوي R يعني كل الأعداد معادة القيمة التي تعديم لي الناقص 2 وعوضوا بالناقص 2 ناقص 2 زائد 2 تسبح 0 0 مربع هو 0 هذه البساطة نأتي كذلك إلى هذا المثال الثالث عشر المثال الثالث عشر أنه كذلك بما أن حتى وتوجد القيمة المطلقة يعني لا تؤثر القيمة المطلقة في هذه الحالة يعني أنها المقام لا يساوي الصفر بما أنها يعني القيمة المطلقة موجودة في هذا المكان لو كانت أبنائي موجودة ممكن في هذا المكان ممكن تحدث لنا إشكال أما إذا كانت موجودة خارج يعني خارج كليا خارج العبارة يعني لا تحدث لنا إشكال أبدا معناه بما أن الدالة الدالة هذه يعني هكذا تصبح نقول ما بداخل هذه القيمة المطلقة وهو X مربع زائد X ناقص 6 لا تساوي الصفر ما علينا هنا إلا حساب الدالة الدالة يصبح بمربع وهو كم واحد ناقص أربعة في A وهو الواحد في C وهو ناقص ستة تصبح تساوي لنا خمسة وعشرون يصبح X واحد يساوي لنا حسب القانون ناقص بها هو البي اللي هو الواحد يصبح ناقص واحد ناقص خمسة لأن الجذر دالة يصبح خمسة على إثنان A على إثنان اللي هو الواحد كم تصبح أبنائي تصبح ناقص ستة على إثنان ناقص ثلاثة الحل الثاني X إثنان يصبح يساوي لنا ماذا ناقص واحد زائد خمسة زائد خمسة عفوا على إثنان وتصبح لنا كم أبنائي تصبح لنا إثنان يعني القيم التي تعدم هذه العبارة يا أبنائي هي ماذا هي الناقص ثلاثة والإثنان معناه تصبح دي أف دي أف تساوي كل الأعداد الحقية معادة الناقص ثلاثة والإثنان لو نعوذ يعني هل نحن على صواب يعني القيم التي وجدناها هل تعدم المقام أم لا عوذ هنا بماذا قلت بالثلاثة أولا تعوذ هنا بالثلاثة تصبح كم تسعة ناقص ثلاثة ناقص ستة تساوي السفر عوذ بالإثنان هنا كم تصبح أربعة زائد إثنان ناقص ستة تساوي السفر إذن نحن على صواب نأتي الآن إلى المثال الآخر بمن أن هنا دالة لاحظوا دالة جذريا مع في دالة نظريا يعني تقع في المقام أولا هنا يوجد لنا شرطان الشرط الأول أبنائي أنه هذا أولا لاحظوا الشرط الذي بأف فيه هذا الشرط الأول أن هذا لا يساوي آفوا هذا يكون أكبر أو يساوي السفر هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن هذا لا يساوي السفر وكلمات و بينهما معنى كلمة و معنى التقاطع بما أن هذا يعني جذر القيمة المطلقة لإكس مربع ناقص واحد لا يساوي السفر هذا لكونه يقع في المقام وإكس مربع ناقص واحد القيمة المطلقة أكبر أو يساوي السفر كونه يقع تحت الجذر أولا لو نأتي إلى تقاطع بينه أولا لو نأتي إلى الدالة هذه الدالة الجذرية أبنائي هي معرفة على آر مهما كان هي معرفة على R أولا إذن D لها هو R لكن بما أنها توجد في المقام أين ينعدم لاحظوا أين ينعدم المقام المقام هذا الذي تلاحظونه ينعدم لو نلاحظ جيدا اللي هو X مربع ناقص واحد لو نجعله يساوي السفر يصبح X مربع يساوي لنا الواحد أي X يساوي الواحد والX2 يساوينا الناقص واحد يعني تنعدم هذه العبارة عند ماذا؟ عند ركزوا جيدا قلت تنعدم عند الواحد والناقص واحد معنى بتقاطع هذا المجالين لاحظوا جيدا هذا يعني يحقق هذه كليا مهما كان تعطيكم R هذا مهما كان تعطيكم R لأن القيمة المطلقة دائما كبر من السفر تقاطع مع هذا المجال الذي هو لا يساوي السفر اللي هو R يعني لا يساوي السفر R معادة ناقص واحد والواحد لو نلاحظ إلى تقاطع هذا المجال مع هذا المجال لأن مجال مجموعة تعريف الجذرياء هو R ومجموعة تعريف المقام هو هو أن R معادة إذن تصبح D في هذه الحالة تساوي لنا R يعني التقاطع معادة ناقص واحد ماذا؟ والواحد وأكيد لو نعوذ بالناقص واحد عوذ هنا بالناقص واحد مربعة تعطيكم واحد ناقص واحد تساوي السفر وهذا غير موجود في المقام وكذلك بالواحد واحد ناقص واحد يساوي السفر وهذا غير موجود في المقام فقط بهذه الطريقة إذن قلت هنا يوجد لكم تقاطع مجال أن هذا للمقام بشرط المقام وهذا بشرط الجذر تقاطعهم يعني تقاطعهم سوف يعطي لنا ماذا يعطي لنا؟ R معادة عندنا كذلك المثال خامس عشر بما أنها قيمة تقع في المقام ما علينا إلا القول أن هذا الذي يقع في المقام عفوا هذا الذي يقع في المقام يجب أن يكون لا يساوي السفر يعني تعطيكم هكذا لا يساوي السفر هنا أبنائي بما أن يعني سوف ننقل لاحظوا جيدا سوف ننقل هذا إلى هذا الطرف انتبهوا كيف تتم العملية تصبح القيمة المطلقة لإكس زائد 2 لا تساوي لاحظوا لا تساوي القيمة المطلقة لإكس ناقص 4 لأن لما ننقله إلى الطرف الآخر أكيد هذه الناقص سبح زائد أولا نبحث لاحظوا نبحث على كل نبحث على هذا أين ينعدم إكس زائد 2 يساوي السفر معناها الإكس كم يسبح يساوي لو ننقله إلى الطرف الآخر سبح ناقص 2 لاحظوا هذا إلى هذه الجهة وهذا أين ينعدم عند الإكس كم يساوي أبناء أربعة عوضوا تسجده الأربعة نعم لأن لما ننقل هذا إلى الطرف هذا لو جعلنا هكذا ننقل تساوينا الأربعة ما علينا إلا وضع الناقص 2 والأربعة لهذا المحور الناقص 2 ها هي قيمتها لها هي ناقص 2 والأربعة أين هي ها هو واحد اثنان ثلاثة أربعة ها هي الأربعة لاحظوا جيدا الآن كيف نفعل أبناء ما هو منتصف هذه القطعة لاحظوا منتصف هذه القطعة هذه القطعة منتصفها أكيد يحسب أنه هذا زائد هذا تقسيب 2 يعني تصبح ناقص 2 زائد 4 على 2 كم تعطي لنا؟ اثنان على اثنان تعطي لنا واحد إذن منتصفها يقع في النقطة هذه الفاصلة واحد لاحظوا جيدا إذن قلت في الأول بحثوا عن معادلتين أين تنعدم ثم ذهبوا إلى منتصفهم اجمعوا الأول معاستين وقسموا هذه هي القيمة يا أبناء لاحظوا هذه هي القيمة التي تجعل لنا هذا المقام ينعدم لماذا؟ أن حتى تصبح يعني المسافة من هنا إلى هنا تساوي المسافة من هنا إلى هنا أين يعني يقع حتى تصبح أين تقع تلك النقطة حتى تصبح المسافتان متساويتان إذا كانت المسافتان متساويتان فتكون العبارة العادة يعني أكيد سوف تكون القيمة عند ماذا؟ عند الواحد تعالوا نعوذ بالواحد هل نحن على صواب أم لا تعالوا نعوذ بالواحد عوذ هنا بواحد عفوا نعوذ مثلا هنا أو هنا نعم عوذ هنا بالواحد تصبح ثلاثة ناقص لاحظوا ثلاثة ناقص القيمة مطلقة لواحد ناقص أربعة وهي كم ناقص ثلاثة تصبح تساوينا ثلاثة ناقص ثلاثة لأن هذه تعطيكم ثلاثة وتساوي الصفر إذن لا توجد قيمة أخرى إلا هذه القيمة معناه أبناء بأبسط طريقة نقول دي آف لاحظوا نقول دي آف تساوي كل الأعداد الحقيقية معادة القيمة التي وجدناها هي الناقص أفوا هي الواحد بهذه البساطة فقط هكذا أبنائي قد تعلمنا كيفية إيجاد مجموعة تعريف من هذه الحالات وأتمنى قد أعجبكم الشرح وزوروا موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك لأستاذ نوردين ليصلكم جديدان باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته